اهلا بكم في النشرة الاقتصادية اعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة الصندوق السيادي لمملكة البحرين عن حصولها رسميا على تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 500 مليون دولار امريكي وقد وقعت شركة ممتلكات البحرين القابضة على اتفاقية التسهيل الائتماني المتجدد مع ستة بنوك ومؤسسات مالية اجتملت على بنك بي ان بي باريبا وبنك دويتشا لوكسنبرغ وبنك ستاردرد شارترد فرع مركز دبي المالي العالمي وبنك توكيو متسوبيشي يو اف جي والمؤسسة العربية المصرفية وبنك البحرين الوطني ووقع الاتفاقية عن شركة ممتلكات البحرين القابضة رئيسها التنفيذي محمود الكوهجي اضافة الى ممثلي المؤسسات المالية الست المشاركة بالتسهيل الائتماني المتجدد وقد تمت هيكلة التسهيل الائتماني لمدة خمس سنوات وسيتم استخدامه لاعادة تمويل الديون الحالية قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين للتنمية نضال العجان ان البنك يوفر خدمة المشاركة في رأس المال للمؤسسات وذلك بنسبة 20% كحد اقصى وبما يسهم في دعم المستثمرين ورواد الاعمال للاستثمار واوضح العجان ان البنك استثمر خلال الفترة الماضية في عدة قطاعات من خلال المساهمة في رأس المال مثل القطاع الصحي وقطاع المواصلات وقطاع الصناعة وثروة السبكية وذلك وفقا لخطة البنك القائمة على بعض المعايير الخاصة بالاستثمار والمتمثلة في الجدوى الاقتصادية والتنموية للمشروع من حيث توفير فرص عمل جيدة للبحرينيين وتحقيق قيمة مضافة اضافة الى فكرة الجديدة للمشروع وحجم الصادرات المتوقع تحقيقه ومدى قبلية المشروع للتوسع والتطوير ترجمة نانسي قنقر